الـ CBC of Oblastic Anemia لو شفنا منظر الـ Preferable Plut Smear اللي قدامنا ده نقدر نطلع منه كل الكلام اللي هنقدر نتكلم عليه في الـ CBC of Oblastic Anemia complete plot count هنلاحظ ان ما فيه شوية بلات سيلز غالص وليلة مختافية بريتلس وليلة مش موجودة مختافية الـ Replat Sills بعيدة عن بعض يبقى عندنا بان سايتوبيني كل العناصر بان يعني كل خلايا تم قليلة بان سايتوبيني طيب فيه خلايا مهمة او بحب اتكلم عليها دلوقتي الخلايا ديت تعتبر المرحلة قبل النهائية في تصنيع الـ Red Plut Sills الـ Red Plut Sills إذا ما انتم عارفين اسمها إيريسرو سايتس اسمها ايه؟ إيريسرو الـ Red Plut Sills لما بتتكون بيكون فيها جزء في النص أبيض اسمه ايه؟ الـ Red Plut Sills صحيح الـ Red Plut Sills يعني شبكية يبقى الخلايا الشبكية ليه؟ الخلايا دي مفهاش نواية زيها زي الماتيور ولكن فيها حوايبات المفروض ان هي لونها أزرق عاملة زي بكون شبكة يبقى دي بنسميها الخلايا الشبكية اللي هي الـ Red Plut Sills بينما بتزيد في حالات الـ هيموليتك أنيميا عشان الـ Boom Morrow في الـ هيموليتك أنيميا أنيميا التكسير بيحاول يزود الإنتاج عشان يعوض التكسير الخلايا الشبكية دي عشان نشوفها بوضوح ونشوف الحوايبات الزرقة مفروض ببقالونها أزرق الحوايبات دي لازم نصبغها بصبغة خاصة اسمها سوبرا فايتل ستين أنا أخذها في العمل بالتفصيل ومن ضمن الخلايا اللي هي السوبرا فايتل ستينز ديت عندنا من ضمن الصبغات اللي هي السوبرا فايتل ستينز عندنا في صبغتين صبغة اسمها بريليانت كريزايل بلو وصبغة تانية اسمها نيوب مثلين بلو